ماذا عن الجزائر ماذا ينتظر الأهل فيها رؤية الكابتن سيد عبد حفيز بقى وهو الأكثر وعيا من كل الناس دي وانا قلت سيد عبد حفيز عاش اللحظة كان لعب في المنتخب الأولمبي مع الكابتن حلم طولان فازوا على أسيوبيا هنا خمسة صفر راح هناك خسروا خمسة صفر فالكابتن سيد أكثر إدراكا ووعيا لمكافحة الاطمئنان تحت أي ظرف كان مع الزميل كريم أحمد على هامش مراني الأهلي في الجزائر نشوف سابرين معكم كل مشاهدينا وانتبعينا من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي يا رب إن شاء الله بإذن الله خطوة تفصيلنا عن المباراة النهائية كل توفيل النادي الأهلي في مباراة السبت ومباراة الأهلي ووفاق ستيف مجهود كبير بيبزل حياة مجلس إدارة للعبين الجهاز الفني إن شاء الله كل المجهود يكلل بالنجاح كالعادة طبعا لابد يكون معنا الكابتن سيد عبدالحفيز المدير الكرة تكلم معه طبعا في كل الأمور الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي برح أبيك كبت سيد في البداية وموفقين إن شاء الله من البداية من القاهرة معرف طبعا الدوافع موجودة ورغبة موجودة وأحدثكم المستمرة مع العابة النادي الأهلي لكن وصلنا حطينا في الأجواء يا كبت سيد شافر أداء اللعيبة زي في التدريبات التدريب الأول من كل جمهور النادي الأهلي كبت سيد على الأجواء يعني طبعا الحمد لله وصلنا بالسلام يعني من أول مبارح ومبارة زي ما أنت ذكرت في سياق قلامك يعني هي مبارات سيمي فاينال أقوى بطولة في القارة وأهم بطولة في القارة فبالتأكيد دوافعها لازم تكون موجودة يعني أنت جاي هنا وانت أكنك بتلعب المبارة الأولى ما متعملش حسب لحاجة معينة يعني هتلاقي فرقة أشرص بكتير من اللي أنت شفتها في القاهرة هتلاقي جمهور متحمس جدا ومتعطش جدا بيلعب برضو بيلعب في سيمي فاينال وبيلعب النادي الأهلي فوضع طبيعي جدا هتلاقي في حالة التركيز عندهم عالية جدا لو أنت ما قابلش حالة التركيز دي بنفس حالة التركيز عندك الأمور هتبقى صعبة علينا جدا فلازم نكون مركزين جدا من الثانية الأولى لحد صفارة الحكام لازم نكمل 11 ما ينقص منا واحدة مهم جدا 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 فتبقى هادي في تصرفاتك لكت متحمس داخليا بأمورك كلها عارف أنت بتلعب مباراة وقرأة القدم ما فيهاش حاجة مستحيلة فأمثلة كتيرة جدا لو أنت محترمتها ومقدرتها ومركزتش الأمور هتبقى صعبة عليك كنت بتلعب قبل النهائي المباراة التانية فقبل النهائي بطاطة تأهل اللي هتوصلك للمباراة النهائية هتلعب مباراة دي وأكيدك بتلعبها المباراة الأولى مش المباراة التانية عشان حالة تركيزك موجودة وحالة اهتمامك موجودة هتزيد من صعبتها لأن حالة جمهير نادي وفاء الصيف أكيد هتبقى كبيرة أكيد اللعيبة هتبقى عندها رغبة ونهاية تثبات الزات وده برضو حقهم لكن إنت لو ما قابلتش ده باهتمام أكبر وتركيز أعلى الدونية هتبقى صعبة فلازم من أول ديها لحد آخر ثانية وإنت في حالة تركيز عليها خلينا برضو يعني عشان نبقى منطقيين ما نسباش لأحداث أنت ما تفكرش في رقم 2 قبل رقم واحد يعني فيه إحنا عندنا رقم واحد الأول مبارد وصيفه وعنده كان عندنا مجلس إدارة ومشرفين عكورة ومشرف عكورة كبت الخطيب مع المجلس ونلجنة تخطيط هم يعني بياخدوا خطاوتهم لك خلالنا نتكلم إحنا في الجزء اللي يخصنا هو الجزء الفريق لازم إحنا حالة تركيز بتاعتنا كداخلياً تبقى عالية جداً ودي مسؤوليتنا إن شاء رحمن كجهاز فني وإداري والعيب يعني زي ما أنت شايف يعني أكيد الأمور في كرة القادمة يعني وده برضو اللي أكدوا كابتن والبين أكدوا دايماً يعني بتخدها خطوة خطوة لكن الكورة فيها أمثلة ممكن ما تبقاش سعيدة بالنسبة لها خالص يعني فما تتفاجئش بحاجة لأن هي دي كورة من عبر تاريخها كله من 1800 وشوية لما الإنجليز فكروا فيها واخترعوها فأنت لازم تكون مركز جداً لازم تكون محترم بالفرقة اللي قدامك جداً لازم تكون مديها قدرها ومكانتها وبتلعب على الأرضها وقصت جمهورها فمهم قوي 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 أن حالة الإيجابية دي يكون عند الله بالصراحة يعني معاملة كويسة جداً يعني نفس الكلام اللي هنعملناه معاملة في مصر يعني أنا عندي مفهوم والنادي عنده مفهوم دايماً عبر تاريخه يعني كورة القادمة مش مسألة تنفسية فقط يعني فيها رسائل وحاجات ومعاني كبيرة جداً خارج الملعب كمان يعني العلاقة طيبة التواصل بشكل جيد الاهتمام بكل القارة وخصوصاً الحية العربية التواصل مهم قوي الاهتمام مهم جداً مش الملعب بس هو اللي بيدي بيدي لك تقديرك واحترامك يعني العلاقات والمواقف اللي ممكن تبقى متواصلة ما بينهما بين كل الفرق الأفريقية وبالذات الفرق العربية فخارج الملعب اسلوب مهتم جداً جداً في التعامل أو اسلوب مميز جداً في التعامل لانه دي واحدة من الرسائل المهمة جداً والهداف الأساسيال للنادي الأهلي انت تبقى برى المنطقة بتاعتك أو برى بلدك يعني بتمثل قيمة ومكانة مصر يعني فاسم النادي الأهلي كبير فلازم يتعامل دايماً كل مسؤول فيه وكل واحد موجود فيه يتعامل باسم النادي الأهلي يعني اشتركوا في القناة